لم تكن هذه الرحلة في حسابات مروحية الرئاسة الأمريكية على الإطلاق مارينوان نقلت سيدة البيت الأبيض إلى مستشفى والتر ريد العسكري في ولاية ماريلند القريبة من العاصمة واشنطن بقي ترامب صامتا حين وصوله مرتديا كمامة سوداء لم يتوقف الإجابة على أي من أسئلة الصحفيين ومؤيدي الذين كانوا بانتظاره من جناحه الخاص في المستشفى سيتابع ترامب مهامه الرئاسية فهو في وضع مستقر ولا يحتاج لأكسجين إضافي هذا ما أكدته البيانات المتابعة لحالة ترامب الصحية وهو ما فعله ترامب بنفسه في فيديو قام بتسجيله قبل مغادرة البيت الأبيض مطمئنا أنصاره من القلقين على صحته وعلى أحوال حملته الانتخابية التي كان لابد من تعليقها في الوقت الحالي أود أن أشكر كل شخص قدم إلي الدعم الكبير وأنا أتوجه لمستشفى وولتر ريد وأشعر أنني في حال جيدة جدا لكن لابد من عمل فحوصات للتأكد أن الأمور على ما يرهم وكعادته بقي ترامب وفياً لتويتر فلم يكتفي بالفيديو ليجدد التأكيد على تحسن حالته الصحية في تغريدة على حسابه في الموقع وعلى الرغم من الانتقال المؤقت لمكتب ترامب إلى ميرلند لم يتغير الكثير في إقاعات عمله وذلك بتأكيد من مستشاره الاقتصادي نحن نطلق التعليمات من الرئيس ونمارس المهام التي يوكلها إلينا هو يمارس عمله بشكل جيد وأعتقد أن هذه الأزمة لن تطول ولن يكون لها أثر كبير أو دائم أما بعيداً عن أجواء العمل وفيما يتعلق بباقي أفراد عائلة ترامب فزوجته السيدة الأولى ميلانيا وكما يقول الأطباء بحالة جيدة كذلك إلا أنها تعاني من بعض الأعراض والسوعة للخفيف أزمة صحية تقول ابنة رئيس إيفانكا إنها على الثقة بقدرة والدها على تجاوزها بسرعة في رسالة دعم وضعتها على صفحتها في تويتر